ما أطلق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز دفعة الثانية من برنامج خدمة وطن أحد مشاريع عمل الحكومة ضمن الميثاق الوطني للتشغيل وتشمل الدفعة الثانية ستة ألاف متدرب ومتتربة تم قبولهم من أصلي خمسة عشر ألف متقدم وتم التركيز على المحافظات التي كان لها نصيب خمسة وسبعين في المائة من العدد الإجمالي للملتحقين وخمسون في المائة من منتسبي الدفعة الثانية من خدمة وطن من حملة البكالوريوس وقال الرزاز خلال إطلاقه البرنامج في الكلية العسكرية بالزرقاء أن الحكومة تأمل أن يكون عام 2020 هو عام لتشغيل الشباب وبداية موفقة لتخفيض نسب ومعدلات البطالة ويدف البرنامج الذي تنفذه وزارة العمل بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية وعدد من مزودي تدريب المهني والتقني إلى تدريب وتأهيل الشباب الأردني لرفض الاقتصاد الوطني بالكوادر الشابة المؤهلة مهنياً وتقنياً لدخولها إلى سوق العمل ضمن القطاعات المستهدفة نجاحنا في هذا البرنامج هو نجاح الوطن لأنه إحنا زي ما قلت في البداية سقل شخصية الشاب الأردني هذا واجبنا جميعاً سقل هذه الشخصية في الجوانب العملية المهنية الحياتية الوطنية ولذلك ومن هذا المنطلق ارتأينا وكانت توجيهات جلال الملك وسمو ولي العهد تابعها بشكل مباشر أن نطلق الميثاق الوطني ما تميزت به المرحلة الثانية من برنامج خدمة وطن إجراء تغييرات جوهرية على أهدافه ليكون منتهي بإتاحة فرص عمل مضمونة لمنتسبيه جاذباً لكل من يبحث عن فرصة عمل اللائقة وفقاً لاحتياجات سوق العمل لمن أنهى تعليمه المدرسي أو الجامعي مع مراعاة فوارق التحصيل العلمي